عايز نروح بقى معاك لحالات لأبو السعود انت بقى اللي تشرح حالنا طيب معاك في حالات موجودة يعني يا جماعة لو معنا حالات لمحمود أبو السعود الكابتن طارق يتكلم عنه شوية ونشوف امكانياته اهو يعني مدربه نفسه اولا يتكلم عنه اهو دي مبارات عشان ما يزعلش اولا وجبنا حد دي زمالك بس بقول انه هو وحش في حاجة يعني هنا هنا طبعا بسعود تماركوز أبو السعود ممتاز وهنا اول ما تحطت عمل العمل الدوران وكان قريب قوي من الكرة تحيث انه قريب من الكرة فتعمل معاك بشكل كويس قوي الكرة دي صعبة قوي يا رجل صعبة جدا وبعدين خد التانية بقى كمان دي مبارات أسوان دي كرة طبعا من جوة ستة زي ما شفتك كده ولكن عنده الرياكشن سريع جدا جدا تماركوزه كويس قوي من احسر رأكشنات انا بعتبرها بالسعود في الدور المصري هنا طبعا بيطلع يلعب بوكس توقيته كويس ولعب بوكس على الجنب كل الحاجات دي مطلوبة في حارس المرمى سواء بقى كرة عرضية سواء في شوتينج على برضو في جرأة في جرأة طبعا دي درب الجزاء دي مبارات في هوتشار دي خد فيها مانوف زاماتش كالتاني مبارات في الدور هنا اتعامل بشكل كويس خد فيها أفضل لعب في المبارات مستعجلش اه خد فيها أفضل لعب في المبارات مستعجلش فيها خالص يعني دي مبارات دي تقريبا دي طلاق الجيش ممتاز في وسط الزحمة وبيمسك في الزحمة دي فطبعا دي حاجة كويس قوي توقيته كويس وعينه عكورة ومتب مركز بشكل كويس قوي في حاجات كتير لأبو السعود في المباراتشات كتير ما شاء الله يعني أبو السعود دايما معنا بيصنع الفرق مع الفرق يعني دي برضو تقريبا طلاق الجيش برضو بتهيقلي طلاق الجيش ممتاز دي الحرس دي الحرس دي صعبة جدا دي صعبة أوي يا كابتن كريم دي من قرات الزمالك دي من قرات الصعبة أوي دي طبعا كورنر والراجل لعب الزمالك قطع تقريبا زناري تقريبا أو أو تقريبا زناري اللي حطها فكورة صعبة أو ومحتوطة تحت تمرك بالسعود رائع بس يا كابتن كريم الراجل طبعا الكورنر ملعوب إذا ما تشاف كده يعني واطي مش عالي الراجل قطع على الأولانية وقدامه اتنين لعيبة زي ما تشوفت كده فكان فيها سرعة رد فعلا مش طبعي نابو السعود صعبة جدا 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 وإذا ما شوفت كده حطها كان عليت شوية في ناس مكملة من زمالك ولكن إيه اللي علوه بتاعها ده الناس اللي دخل جوة الستة كانت بيت عنه ممتاز دي مباراة بحرس الحدود وطرع الجيش دي تقريبا دي الدخلية برضو خد بالك النتجة كتواحد واحد يا كابتن كريم مباراة دخلية كتواحد واحد فهنا طبعا هنا بقى في نقطة مهمة أولة بالسعود بقف بقى ارجع بس شوية ارجع موجود معناه جلال ولا تب ارجع شوية ارجع كمان عطي ارجع بص هنا الراجل الراجل عدى خلاص فاروقه امشي بقى امشي 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 اول اقف هنا بقى كده اقف اقف اول حاجة يا كابتن كريم بتلقي تمركز ابو السعود واقف على الستة وبعدين ما استعجلش فيض الواقف لحد ما تقرر الراجل ايه طلعت الكرة من رجله تمركزه وبعدين ما استعجلش انه ينزل لو كان استعجل كانت تقرز دخلت فانه هو واقف يلعب عليها بالشكل ده فده هدوء من ابو السعود وتمركز رائع وتعامل معاه خبات ننتجة واحد واحد كانت ممكن تبقى اتنين واحد للدخلية فكل دي طبعا مواقف صعبة لابو السعود تحط فيها السنادي وتعامل معاه بشكل كويس قوي تمركز رائع من ابو السعود وتعامل معاه بشكل كويس قوي احد حاجة انه هده في الكرة دي وما استعجلش انه ينزل لان الراجل بينه وبينه بزبط حوالي 6 ارض دي تقريبا دي مبارات دي تقريبا فيوتشار دي فيوتشار دي كرة صعبة جدا جدا طبعا هي رجعت طبعا المهاجم بحطاها بره بس احنا بنتكلم ان شارب السعود تعامل معاه في اللقطة الاولى صعبة قوي ما ينفعش هده هو بيطلعها هقوله وجهها يعني انا ما ينفعش والكرة دي بتطلع اقول لابو السعود انت ليه موجه موجهتاش صعبة قوي هو مجرد ان هو اتعامل معاه وطلعها لانها صعبة ما ينفعش انا اوجه كرة مسافة قريبة جدا بص الراجل في حط منين فالمسافة قريبة اول بص لابو السعود اول ما تحطت رجع ابو السعود بص صعبة قوي قوي فدي من الحاجات اللي صعبة قوي لابو السعود يا كابتن كريم في بقى حاجات كتير في الدوري السنية دي بالشكل ده فطبعا اتمنى تمنى بجد ان المنتخب في اختيارات المنتخب لازم الناس يكون يعني انا معرفش صعبا هم بتفرغوا على الدوري ولا ما تفرجوش بيتفرجوا بانه شكل بيتفرجوا على كل الماتشات بيتفرجوا كل الحراس ولا هم حطين في دماغ ابو السعود كان في النادي الاهلي ابو السعود راح منتخب قبل جدا ابو السعود كان موجود مع كابتن شاو وكابتن حسد شحاته في 2010 بطولة اللي طبعا فبالسعود يعني مش حارس صغير فبالاداء اللي بيأديها بالسعود مع المقول العرب اتمنى يبقى فيه يعني مش لعب واحد بقى من عندنا يعني احنا ممكن نبقى فيه لعبة تانية تروح منتخب مش منتخب بقى لومبي دا تروح منتخب اول انا عندنا لعبة قريدي في المنتخب الشباب 2003 عندنا عمر فايد وعندنا يوسف عزب فاتمنى اشتركوا في القناة